السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون أهلا وشاهد أقول مع السابقين أحاول أننا سابقون إن شاء الله وربنا يجعلنا وإياكم الأهل الهمة العلية إن شاء الله الذين يدركوا جنة الفردوس برحمة الله أولا ثم بأعمالنا إن شاء الله جل وعلا كلمة في المرة اللي فاتت اللي قبلها عن علوه وهمة الشباب وبنقول نحن محاصرين من كل مكان هنتكلم عن علوه وهمة الشباب والشيوخ والنساء والصبية الصغر فربنا يجعلنا وإياكم من أهل الهمة العالية حتى نبعث مع أهل الهمم والقمم يوم القيامة في جنة الفردوس اللهم أمين كلما مرة فاتت عن نموذج عالي جدا من نماذج علوه وهمة الشباب تكلمنا عن وسامة ابن زيد سامة ابن زيد قلنا طبعا زيد بن حارثة اللي هو أبوه كان حب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أسامة ابن زيد كان الحب ابن الحب كان من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لو تفتكروا كما في الصحيحين لما سرقت المرأة المخزومية المخزومية وأرادوا أنهم يتوسطوا عشان ما يقامش عليه الحد بقطع يادها لأن المسألة طبعا صعبة جدا امرأة شريفة جدا ونسيبة ولكن سرقت فلابد أن يقطع يادها فالنبع السلام عارفين أنه هو من أحب بالناس إلى قلبي أسامة ابن زيد أنا بس المهمة دي ما يقولش بها إلا أسامة ابن زيد راح مكريمين أسامة أسامة راح كلم النبع السلام يعني أنه هو يعفو عن هذه المرأة أو كده فأسامة ابن زيد لأنهم عارفين أنه من أعز الناس إلى قلبي النبع السلام لما دخل كلم نبع السلام إنه بغضب قال أتشفع في حد من حدود الله عز وجل يا أسامة والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد وليدها صلى الله عليه وسلم شات في موضوع أنه أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه شوف علوه وهمته وصل لدلت إيه لم يخطوا من سنه إلى التاسعة عشر كان لسه ما يعني يدوب تسعتاشر سنة وقاد جيشا جيشا فيه عمالقة الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين أسامة ابن زيد تسعتاشر سنة يعني النهاردة في سنة كاما جماعة يعني النهاردة نقول مثلا في سنة كاما في ثالث سنوي أو أولى كلية حاجة زي كده يعني أولى كلية أولى كلية النهاردة أو ثالث سنوي لك أن تدخل ده ممكن يعني يكون بفكر فيه يعني كبيره أو مثلا حتة عرضية حلوة ولا ولا موتوسيكل ولا بليستيشن كل ذا كله سنة ابن زيد هيقود جيش جيش كامل عشان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ده سنة ابن زيد ده مثلا عظيم جدا جدا لبذل الإنسان لنفسه لخدم الدين الله قبالك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم رب أشعف أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرة قبالك في الواية الترمذي بسنة صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم كم من أشعف أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرة منهم البراء ابن مالك من البراء ابن مالك لو أخو أنس ابن مالك ده لو أقسم على الله لأبرة أي نعم وده من ضمن الناس المعدودين على الأصابع اللي احنا عرفناهم الواحد منهم لو أقسم على الله لأبر قد بالفرق بأن أنت تدعو وأن أنت تقسم على الله فجاء في معاركة توستر والحديث روال حاكم بسند صحيح استعصت الموقع على المسلمين عايزين يفتحوا توستر مش عارفين الناس عادين في الحصون جوه والدنيا منقفلها مش عارفين يعملوا حقا خارس إيه اللي حصل؟ نفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء فذهبوا إلى البراء بمالك قالوا يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك يعني ألا تقسم على الله فقام البراء وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيلك أكيد أنت عايز تسأل السؤال اللي أنا في دماغة دولئتي طب وليه البراء بن مالك طلب أنه يموت أنه يستشهد أخذ بالك بقى أصي الصحابة سمحني يعني غيرنا غيرنا فيه ناس أصحاب قلوب شفافة الموازين عندهم بميزان الدهب مش بالكيلو لا بميلي جرام مخبلك فقلبه شفافه حساس جدا هو خلاص الناس عرفت أن البراء بن مالك لو أقسم على الله لأبر الله قسمه ومش عرفه بس لا لو شافه كمان وتأكده فكده خلاص ذا عصيت البراء بن مالك الناس كلها عرفت فأصبحت المسألة بالنسباله مشكلة أن ممكن بقى المسألة يدخلها رياء والسمعة ولا بتاع لا 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 أنا أخرج من الدنيا أحسن وأجمل خروج من الدنيا الشهادة لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والتربذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرأى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحر العين يا بخت ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار اليقوطة الوحيدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع فيه سبعين إنسانا من أهل بيته ليدخلهم الجنة قال لك بس فيش أحلى من الموت دي فتمنى الشهادة وده اللي يوضح لنا جماعة موقف عمر بن خطاب رضي الله عنه ورداء مع خالد بن الوليد رضي الله عنه ورداء في فتحات الشهاد خالد بن الوليد فأز الفتحات بتاعة الفرس وخلص الدنيا كلها وخالد لم يهزم لا في الجهلية ولا في إسلام ليه؟ أصله سيف الله المسلول وسيف الله لا يقصر أبدا فالمهم في أز الفتحات بتاعة الشام وانتعارف خالد كان ليه موقف يعني ما تتوصفش خالد بن الوليد يا جماعة يعني أنا بس يعني أقولك بس كم موقف بدون خروج على الموقف عن قصة أسامة بن زاية وقصة الموقف اللي احنا في ده إن سبحان الله خالد بن الوليد يعني أقولك بس ليه تلات اربع موقف فيه سريع مقطة على سبيل المثال إحنا قلنا في سريع مقطة إن كان عدد المسلمين كام تلات تلاف وعدد الكفار كام متين ألف سقط زايد بن حالثة في أول الجهات شاطة في رماح القوم التاني مين جعفر بن نبي طالب مسك الراية بيدين يمين اتقطعت خبالك فرح واخذ الراية بإيده الشمال اتقطعت فرح واخذها بعض ضي فرح أسمنه وصفين يظهر أبيض فأبدله الله بدلا من يديه جناحين في الجنة يطيروا بهما مع جبريل وميكايل فين الدليل خذ الدليل أحاديث بقى سبع أحاديث رواها أحمد وجود إسنادها الحافظ بن كثير في البداية والنهاية وحسن إسنادها الحافظ بن حجر في فتح البار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي عبد الله بن جعفر النبي طالب يقول له مرحبا يا ابن ذي الجناحين ويقوله في رواية أخرى إن أباك قد أبدله الله عز وجل بدلا من يديه جناحين في الجنة يطيروا بهما مع جبريل وميكايل تخيل جعفر بن نبي طالب حي يرزق ويطيروا جناحيه الآن في الجنة شاهد في الموضوع بعدما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن نبي طالب أخذ الراية عبد الله بن روح عبد الله بن روح أخذ الراية ودخل فقتل فأخذ الراية واحد من الصحابة وثم أعطاها لخالد بن الوليد خالد بن الوليد رجل يعني في مسألة الجهاد والحرب دي رجل يعني عقلية عسكرية من الطراز الأول يعمل إيه حط نفسك مكانه قل لي بالله عليك أنتو 3000 وخب بالك والأماكن اللي ممكن يجيلك منها المدد والمعونة والأكل والشرب والسلاح بعيدة جدا على بعض حوالي 1000 كيلة والتنين 200000 والمئتين ألف جنب المصادر العسكرية بتاعتهم مخازن الأكل والزخيرة والسلاح كله ده جنبوهم تعمل إيه خالد قاعد يفكر فكرة زكية جدا قال خلاص وجدتهم يعمل إيه خالد رضي الله عنه ورضاه قالك إن الناس اللي بيجاهدوا في الصفوف المقدمة خب بالك يرجعوا وراء يرجعوا إيه وراء واللي على اليمين يخش ناحية الشمال واللي على الشمال يخش ناحية اليمين ونبدل الصفوف ونقسم الجيش نصين نص يخش بكرة يجاهد والنص التاني يجي من وراء من على بعد كيلو ويعمل غبار ويرفع الأعلام ويصرخ ويقول الله أكبر الله أكبر تكبير مع صراخ مع تعفير تراب فيظن هؤلاء الكفار إن في مدد من الجيش جاي مثلا 200-300-400 ألف أعداد رهيبة جدا جاية هتقضي عليهم فلما شاف المنظر ده شوف بقى شوف الزكاء عهيب جدا طبعا الناس عمين بأربع تيام عمين يقابلوا بعض كل يوم بالبلد كده شبه كده خلاص حفزوا وشوش بعض فجيه تاني يوم بتوع الروم تخلين يقتله ويقابلوا المسلمين الله مش ده اللي كان قدام مبارح ولا ده لا ده الموضوع تغير لأن الناس بقى يتوار فهم زي بقى الفجأ سمع صراخ الله أكبر الله أكبر وأعلام مرفوعة وطراب جاي من بعيد من على بعد كيلو قالوا بس ده في مدد جه كبير جدا للجيش المسلم وهيقضوا علينا إذا كنا احنا 200 ألف مش قدرين على 3000 هم للمئات الأولوف اللي جاية دي هنعمل فيها ايه شوف خطة خالد عاملة ازاي وفي النهاية عمل ايه خالد قال لهم خشوا عليهم وبعد فترة يا سيرة كده من القتال ارجعوا وانسحبوا واحدة واحدة واخبالك لحد دم هم يحسوا ان احنا بندخلهم مصيضة فيرجعوا لهم احنا ماشيين وكان رجوعه كانت نصرة انه ينقذ 3000 موحد لان 3000 موحد دول كانوا يقينا كانوا يموت هيتقتلوا كلهم اه يبقوا شهداء اه بس برضو يعني ما احنا عايزينهم يعيشوا يعني فمزاف المهم بالفعل الرومان اول ما بتدوا يخشوا ومعهم القبائل بقى التانية بتدوا يخشوا فبدأوا لا المسلمين بينسحبوا قالوا لا ده هم عايزين يدخلونوا في المصطدة بتاعت الجيوش اللي جاي ديت لا ارجع وراء فبدأ الروم هم اللي ينسحبوا وبدأ المسلمين يجنوا او ينسحبوا بيهدوء كده لحد ما تركوا الارض جميعا ورجعوا مرة اخرى الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المناورة ده موقف من موقف خالد اسكر لك كان موقف تاني في فتوحات الشام خالد ابن الوليد رضي الله عن ورده كان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيلقي الرعب في قلب اي قائد من كواد الروم مجرد ما يسمع بس ان خالد ابن الوليد جاي ولو من على بعد حتى شهر خب بالك فاول ما يسمع بقدوم خالد يوم داخل الحصن وهو الجلود وقفلين على نفسه فاي دخل بلدة اسمها قن السرين اول ما وصل لبلدة قن السرين القائد دخل جوه ورح قفل حصنه وخلص قمن نفس يعني خالد ابن الوليد يفكر طب اطلعه ازاي الرجل ده رح بقيت في حتة ورقة صغيرة دي كده مكتوب عليها ايه من خالد ابن الوليد من عبد الله خالد ابن الوليد الى قائد الروم في بلدة قن السرين اما بعد خب بالك بقى من الكلام كلمتين وبس يعني فهم زي من عبد الله خالد ابن الوليد الى قائد الروم في بلدة قن السرين اما بعد فاين تذهبون هتروح فين يا جميل هم ازاي عايز اقول له كده هتروح فين فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم عليكم يعني كده كده مش هتنفيدوا إما هنطلع لكم السحب إما ربنا ينزلكوا عليها زي المطر كده نخلص عليكم فرجل أول مصرات الرسالة اطرع برحف فاتح الحسن ومسلمه لخالد ابن الوليد الحسن اللي بعده دخل خالد ابن الوليد فجاله قائد روم فحب أنه يعني يصخر من خالد ابن الوليد فقال له سمعت أنه ما جاء بكم إلا الجوع والعطر عرفت أنه أنتو ناس فقراء جدا وإنتو خارجين بس بتبحثوا عن لقمة إيش فتعالى ونعط كل واحد منكم عشر الدنانير وكسبة وطعام وشراب وبع السلامة كل ستة شور أو كل سنة تعالوا خدوا زي خالد رضي الله عنه رضي الله حس بأن الكلام ده فيه مهنة خالد رجل يعني عنده عزة فرح بقصصه كده وقال له لا والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش ولكننا قوم نشرب الدماء إحنا الغزى بتاعنا اللي بنتغزى بيه هو شرب الدم وقد سامعنا أنه لا دم أطيب من دماء الروم فجئنا لنشرب من دمائكم يعني بالبلد كده قالوا لنا الدم بتاعكم جميل جدا حاجة يعني ضايت زي الفل يعني فهمت زي فجئنا نشرب الدم بتاعكم فأول رجل ما سيبها الكلمة ديت رح مسألينه الحسن في موقف ثالث وإن كنت ما حبش حكيه كتير وإن كان هذا الموقف ثبت عند إيمان أحمد في كتاب الفضاء البسند صحيح لكن ما حبش حكيه كتير ليه لإني يعني برضو عشان ممكن بعض العقول اللي واخد المسألة بالشكل العقلاني فقط ممكن ما تقبلهاش لكن هي رواية صحيحة إني قائد روم في إحدى الحسن برضو لما قابل خالد بن الوليد فقال له سمعتوا أنكم تتوكلون على ربكم قالوا نعم قال إن كنت متوكدا على الله حقا فاشرب هذا الكوب من السم وقال لك بقى فرق كبير مثلا بكباية برطوان عليها نقطة سم وإلى نقطتين وفرق بين كباية سم كامل حاجة كده يعني كلها كامل فنظر خالد بن الوليد إلى كأس السم وقال أجل فرح وأخذ الكاس فحب الجنود يمعوني يا خالد إيش معقولة أنت أتمرت نفسك فقال دعوني ومسك كاس السم وقال بسم الله توكلت على الله ثقة بالله ثم شارب السم يقول الراوي فوالله ما ازداد إلا الصحة والعافية في عز الانتصارات دي كلها نرجع بقى لموضوعنا في عز الانتصارات دي كلها ييجي قرار من عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد من إيه بلغة العصر يعني من إيه من بسموها وزير الدفاع وزير الدفاع من وزير الدفاع لجند مجند حط نفسك مكانه كده لو إنسان ما عندهش إحت الإخلاص يعني تخيل النهاردة لو واحد لواء وجيه قرار بأنه ينزل من لواء العقيد ممكن يجيله شلق الأطفال وخب بالك فتخيل بقى ده من وزير دفاع لجند مجند عسكري إيه اللي حصل من خالد طب لو واحد ما كان خالد أيوة طبعا هيقولك أمير المؤمنين بيحقد علي عشان الانتصارات والفتوحات وبعد كده التاريخ هيتكلم وهيقول خالد عمل وسوه وفتح فبيحقد علي عشان كده عايز يعزلني خلاص ما فيش عزل بقى وانكله بعسكري مش كما ممكن يعني كده أبدا قال يرحم الله أمير المؤمنين تخيل بيدعيله بالرحمة لأنه عارف إن عمر بن الخطاب رجل فاضل رجل قال عنه النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر حديث عند أحمد بسند صحيح وقال كما عند أحمد أيضا بسند صحيح لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب فاتخيل هذا الرجل بل هذه الصفات العظيمة سيد عمر بن الخطاب كما عدى ذلك الحافظ بن الحجر في أكتر من 15 موضع بلغت 19 موضع من القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويقول أبو وكر شيئا ويقول عمر شيئا فينزل القرآن موافقا لرأي عمر الخطاب وفي بعض المواقف يتكلم عمر الخطاب ويشوره على النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة في أمر معان فينزل الأمر موافقا لعمر بن الخطاب حتى هو من أدبه من أدبه مع الله عز وجل كما ثبت ذلك عنده مسلم كان يقول وافقت ربي وافقت ربي في ثلاث موضع ما قالش وافقني ربي شوف الأدب حتى في عرض الكلمة فعمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد وعين أبا عبيدة بن الجرح يجي بقى سبحان الله عمر بن الخطاب عند موتي عايز يزيل اللبس ده لحسن حد يظن يقول لك أكيد عزلوا أكيد مسك عن خيانة أو اختلاس أو أي حاجة من حاجات اللي ممكن يشكر فيه أي إنسان مريض فعمر بن الخطاب وضح المسألة لأنه كان أهم حاجة عندهما جماعة العقيدة ومسلم من غير العقيدة ما يسواش حاجة فمزاي فقال أما إني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة ولكني عزلت خالدا لأني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بخالد من دون رب خالد خلت بالك وده اللي حصل مع البراء بن مالك السؤال اللي حول المسأله هو ليه طلب الشهادة طب ما كانوا وجوده كان هنفع المسلمين بإذن الله طبعا في أي موقع تستعص عليهم يا براء يلا اشتغل تقسم على الله يخلص الموضوع كله يا اللهم أن يقسم عليك أن تنصر جند المسلمين انتصروا فمزاي ودي كلها أسباب لكن البراء خاف على نفسهم الرياء خاف على نفسهم هو يضيع فتمنى أن يموت فلا ميت أفضل من هو يموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى فقال اللهم أن يقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيل سبحان الله مواقف عجيبة جدا جدا لهؤلاء الصحب الكرام وعلوه همه لا تخطر على قلب البشر تعالا نشوف مثال تاني من علوه الهمه عشان الشباب بهمتهم تعلى وإخواننا وأخواتنا وأبأنا وأماتنا اهمتهم تعلى أكتر وأكتر بفضل الله سبحانه وتعالى معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل ده كان بس لي موقف بس صغير والله العظيم الدنيا كلها لا تساوي شيئا في عشر معشار هذه الكلمة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أكيد حضرتك وحضرتك نفسك تشوفه النبي صلى الله عليه وسلم صح الله ولو حتى مر في المنام ولو مر في المنام تخيل بقى أن معاذ ابن جبل النبي عسام يقول له مش في المنام بقى يقول له في الحقيقة يقول له يا معاذ والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تدفع كم عشان تقابل النبي تدفع كم عشان تشوف النبي تدفع كم عشان تشوف النبي حتى ولو مر في المنام صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة هقول لك على وصفة لو عملتوها هتشوف النبي في المنام هتقول لي معقولة أقول لك والله العظيم بتكاء أقول لك أه بس تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فالأحد المشايخ التابعين تنميزه نفسه شوف النبي على السلام قال له يا شيخ ربنا يبارك فيك نفسه شوف النبي قال له أنا عندي ليك وصفة هيلة تعالي لله دي تحشى معايا ونعد ندردش مع بعض وانا هقول لك على وصفة بفضل الله بعد ما تعملها هتشوف النبي قال له طيب الشيخ كان لمراته لها جهيزة أكل كده جميل وزباط الدنيا والأكل اللي بعد ما تخلصيه عايزك تدسيه ملح على قد ما تقدره يعني مثلا لو عاملة مثلا صنية طبيخ مثلا ولا حاجة من تحت كده بقى قال ليه بالطبيخ كله كده في كمية ملح جي تنميزه دخل على الشيخ سلام عليكم شيخنا عليكم السلام قعد يا ابني كل قال له طيب فضل يا شيخنا قال له لا أنا لسه واكل يا ابني سبقتك الحمد لله فانت كل التنميز بيغمس لقى الأكل مليان ملح طبعا شيخه قعد فهو مكسف يقول له يا شيخنا يعني الأكل يعني مليان ملح وكده فسكت يعني فقعد يأكل فالشيخ أقسم عليه لازم يخلص الأكل كله طيب يا شيخنا أنا الحمد لله يعني هي قال له أبدا والله لا تأكل كله فأكل الأكل كله عايز يشرب مياه فبيسأل الشيخ شيخنا أستاذ محايف شرط مياه قال له سبحان الله ابني معالي الشيخ ما عندناش مياه لكن إن شاء الله اقتبات معايا للادي وقبل الفجر كده بساعة ولا ساعة ونص إن شاء الله نجيب مياه عشان نتوضى ونصلق يام ليل وتشرب إن شاء الله فنام هذا التنميز من غير ما يشرب وطبعا جوف بليان ملح نام وشيخه رحم صحيه في التلت الأخير من الليل أول ما راحي صحيه قال له ها ماذا رأيت في منامك قال له ماذا رأيت رأيت أنهارا تجري وبحارا تتضفق وأمواجا يسابق بعضها بعضا وأمطارا تنزل وهي نبيع تخرج من الأرض كل اللي شافوا إيه مياه خبالك مش شاف حي غير مياه خالص فقال أجل صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك للنبي لرأيت النبي في المنام كلما تزداد محبتك للنبي كلما تكون رؤيتك للنبي عسلم سهل ميسورة إن شاء الله لذلك قال أنا سيد المالك كما صح عنه ذلك أنه قال والله ما مرت ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم ثم يبكي أنا سيد المالك رضى الله عنه وأرضاه تعال نشوف سيدنا معاذ بن جبل سيدنا معاذ بن جبل النبي عسلم يقول له يا معاذ والله إني لا أحبك إني لا أحبك تخلي بن نبي عسلم يقسم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك بيقول له أقسم بالله بيقول له والله والذي نفسي بيدي إني لا أحبك يا الله معاذ بن جبل بن نبي عسلم لما حبي يوضح إن كل رجل مناسب لابد أن يوضع في المكان المناسب فكان يقول أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأكثرهم حياء عثمان وكذا 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 وكم من ضمنها وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل معاذ بن جبل مات عنده كم سنة جماعة رؤيتين رؤية بتقول أنه مات عنده 28 سنة وأقصى ما يمكن في رؤية تانية أنه مات وعنده 33 سنة 33 سنة وهو أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام أي نعم بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق معاذ قال معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة رطوة رطوة يعني منزلة يعني منزلة معاذ بن جبل في أعلى منازل العلماء يوم القيامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذب من جبل اللي بذل حياته كلها لله سبحانه وتعالى قيام وعبادة وصيام وكراءة قرآن ويعني سبحان الله وعلم في الدين وتعلم الحلال والحرام حتى أصبح أعلم الأمة بالحلال والحرام هذا الإنسان اللي عاش على الهمة العالية دي كلها وعاش على العبادة وعلى الالتزام والتداع النبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى آخر اللحظة في حياته معاذب من جبل عند أول سكارات الموت وهو في السكارات ماذا يقول؟ طبعا شيء طبيعي يكون فرحان جدا بلقاء الله سبحانه وتعالى الإنسان اللي بيش على طاعة سعيد جدا نفسه يشوف النتيجة نفسه يعني يجني الثمرة اللي غرسها في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى فما كان من معاذ إلا أنه عند الموت قال مرحبا بالموت مرحبا وهو ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب رقاء الله أحب الله رقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقال معاذ بن جبل مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم يا الله يا طار أنا وإنت وإنتي لما جلنا سكارات الموت وفي آخر لحظة في حياتنا يا طار هلقول نفس الكلمة مرحبا بالموت مرحبا ولا هنقول رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما طرقت طب ما تلحى نفسك من دلوقتي لو ما تبتش لحد التي ما تتوب إيه اللي يمنعك لحد حيشك دي آخي سبحان الله دا المولى عز وجل فتح لك كل أبوا بالأمل كل يا عبادي الذين أصرفوا مش أزنبوا أصرفوا كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيأتيم حسنات وكان الله غفور رحيم التائب من الذنب كمن لا ذنب له والذي نفس بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتبئ ناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم شفا ديه كل بني أدم خطأ وخير الخطئين التوابون طب إلى الله سبحانه وتعالى وربنا يجمعنا وإياكم مع أهل التوبة ومع أهل الهمة والقمة مع السادقين سبحانه وتعالى وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أهل